اعتبر حقوقيون توسع الحكومة في تحويل المواطنين لمحكمة أمن الدولة مخالفة صريحة للدستور الذي تنص المادة 101 الفقرة الثانية منه بأنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة في الوقت الذي تظهر فيه التقارير الحقوقية المحلية أن المملكة تعيش حالة غير مسبوقة من الحريات العامة والإعلامية يقف العشرات من نشطاء الرأي ومرتكبي الجرائم المالية والسرقة أمام محكمة أمن الدولة الحكومة ناقضت نفسها في تبرير توسعها في محاكبة المدنيين أمام أمن الدولة عندما أكدت أن التعديلات الدستورية حصلت اختصاصات محكمة أمن الدولة في خمسة تهم رئيسية وهي تعمل حاليا على مواءمة التشريعات القانونية مع الدستور ولكن في المقابل ورغم تعديل قانون المحكمة تواصل محاكمة المدنيين أمام أمن الدولة النص الدستوري وتحديدا في المادة 101 فقر 2 واضح لا لبس فيه وهو أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مجلس النواب من جانبه يتيقظ متأخرا لهذا الأمر ولكن يقضته اكتفت باستهجان لجنة الحريات فيه للتوسع بتحويل المواطنين لمحكمة أمن الدولة في قضايا من المفترض أن يحاكموا فيها أمام القضاء المدني الحقوقيون الذين يطالبون بإلغاء محكمة أمن الدولة بشكل كامل برروا مطلبهم بوجود منظومة قضاء متكاملة من المفترض أنها تتمتع بدرجة عالية من النزاهة والشفافية وقادرة على التعامل مع أي نوع من القضايا حتى تلك المعنية بالدولة وأمنها ترجمة نانسي قنقر